أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم وبك نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم عليك يا صفي الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن واله أما بعد رئيس الجلسة المهطرام وصفوف الهكام الأزكية وصفوف الأساددة الكرام والمستمعون والمستمعات الأحبة أقف أمامكم في هذا يوم المبارك وأنا سعيدة بلقائكم لألقي عليكم كلمة الصباح عن الموضوع إبشاء السلام أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الدار السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه التحية التي قرأتها لكم آنفا هي قضيتنا اليوم وهي التي أمرنا الله بها أن تعمى في الناس جميعا وتصيرك المثال السائر لقاله صلى الله عليه وسلم الذي رواه إمام المسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أبشى السلام بينكم كيف لا فإن فيها معانيا عظيمة وللإستماع لها شعور نفسي عجيب لذا نجد العلماء الشافعية يشتجطون في ابتدائها وجوابها رفع الصوت على قدر نسمع فتشعوا في الناس عوائدها التي يقصد من تشريها دين السلام ولكن هل تعلمون أيها الأحبة ما هي هذه العوائد التي يقصدها الإسلام حتى هات الله تعالى على أن تفاضل بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا هيتم بتحية فحيوا بأهسن منها أو رندوها صدق الله العظيم أيها الحضور فاعلموا أن الإبشاء السلام بين الناس فضائل وثمرات كثيرة ومنها أولا تظاهر بالسلام والتودي بين أعضاء المجتمع كما ذكرنا لكم في حديث أبي هريرة آنفا وثانيا إفساء السلام سبب لنيل الأجر الكبير الذي وعد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم فقال عشر حسنات فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة وثالثا هو السبب لسلامة الصدر من الأهقاد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفس السلام تسلموا أيها المستمعون الكرام ومن آداب رد السلام الذي بيّنها العلماء أولا بسط الوجه وانشره الصدر أثناء رد السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخك بوجه طلقا وثانيا أن يكون الرد على التحية بمثلها أو بأحسن منها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا خييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رندوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم أيها المستمعون الكرام إفشاء السلام من تعاليم دين الإسلام الحنيف التي تدعو إلى نشر المحبة والألفة في المجتمع وهو دعاء بالسلامة من كل شر ومرض وذنب وهو سبيل لتكفير السيئات والقطايا وهو سبب ميسر لنيل الأجر الكبير والفوز بالجنة وَعَلَى الْمُسْلِمْ أَيَّكُونَ هَصِيفًا فَيَتَأَدَّبُوا بِآدَى بِالسَّلَامُ أَلَّتِي بَيَّنَهَا عُلَمَاءُنَا وَبِهَذَا أَخَتَدِمُ وَكَلَامِي وَأَبْتَدِئُكُمْ بِالسَّلَامِ فَرْدُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُهُ